المفارقة ما بين المفارقة ما بين التخاطب مع حماس والتخاطب مع قطر كانت جريمة التخاطب مع حماس لكن الآن النظام المصري يتخاطب بكل أريحية أما التخاطب مع قطر فما زال يستحق الإعدام لمن يتهم بالتخابر والسجن المؤبد للدكتور محمد مرسي حاجة لا أدري كيف يمكن لأي عاقل أن يستوعبها أنه أنت رئيس دولة بخاطب دولة أخرى فيستحق على ذلك أن يسجن مؤبداً ومش عارب أنا الشباب التانين اللي معاه إيه اللي عملوه يعني هل مثلا إيه اللي عملوه مع قطر حتى يتهموا بالتخابر ويحكموا بالإعدام أيضاً في نفس الوقت ويدخل على القضية حمد بن جاسم بعد ما كان مستبعد منها ويعتبر جسوس يعني ده برضو الشق اللي حالك لازم تقوله لأنه أنت في زمن عجائب خلينا نتكلم فيه أنه الدول سقطت مفهوم الدولة سقطت حينما تخطف رئيس المفروض أنت تكون خاطف وتعتبر انقلابي وتحاسب صح أو لا؟ الرئيس المخطوف يصبح متهم واحد اتنين أي واحد يدعم الرئيس المخطوف هو متهم بالتبعية أي واحد يعني أنا مثلاً حطوني فيه قضية يتهم بعد كم؟ حطوني فيه قضية بعد فترة من التغييب بعد فترة طويلة من التغييب يظهر مجرم أيوا بس فيه حاجة تانية هقول لك بس إزاي الدول بتسقط؟ منين بتسقط؟ أنا تلقيت نفسي فيه قضية محكم عليها فيها بعشر سنين عارف الخبر بيقول إيه؟ إنه الظابط بيقول إنه تم القبضة على حمزة زوبة ومحمد ناصر زمنا والدكتور جمال عبس الطارق وهم في إيدهم منشورات ضد النظام يعني 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 وكيل النيابة حقق معي وتلقى لي باسك وأنا مرة مازر يمكن كنت بتوزع منشورات في اسطنبول لا أنا بيعطيك فكرة عن الدنيا ماشي إزاي فأنت في حالة من الهلوسة اللي هي إنهاء الدولة المصرية إنهاء الدول طبعا المحترم من بقية الدول بقية الدول العربية مؤسساتها ضعيفة لكن الآن مؤسسات المصرية يجب إنهائها ويجب تحويل بقية الدول العربية إلى النموذج المصري إذا بكرة في مشكلة بين مصر وتونس هيضاف السبسي نفسه على قائمة التخابر ليه؟ ليه؟ ليه حمد؟ ليه حمد؟ لأنه دول الحصار مرة تانية يعود إلى العداء إلى منظومة العداء الجديدة اللي موجودة لها دول الحصار اللي اتخلقت لكي تكون مركز جديد في المنطقة للتصالح مع الكيان الصيون ولتنفيذ الأجلد الأمريكية لأنه السعودية وحدها مش تقوم بالمهمة الإمارات مش تقوم بالمهمة ولذلك القرار بيبرق الرئيس مرسي تعرف إنه مرسي مش متهم في القضية دي؟ الرئيس مرسي لم يتهم القاضي برقه وليه جددوا حكم البرقه؟ لا لأنه قال لك بينضم الجماعة مخالفة لأحكام الدستور طب الانضمام لجماعة محزورة ثلاث سنين خمس سنين عشر سنين هو عاوز يقف القضية تعودة الرئيس مرسي وعاوز يقول إنه قطر بتتجسس عندنا طيب يا أخي وزير دولة قطر كان في مأجلس الجامعة العربية أول مبالح صح؟ يعني المفروض إنه بكرة يزدو القرار بأنه بتجسس لأنه بيتطلع على أوراق الجامعة العربية فوزير خارجية قطر ورئيس وزراء السابق كان بيتطلع على أوراق الجامعة العربية وكان بيزور مصر وكان بيقاب المبارك كل دول المفروض يحطوا في القضية لكن إنت بتكلم في اللامعقوليزم على رأي مسرح زمان كان بيقولوا اللامعقول مسرح اللامعقول هو إيه؟ يتهافى تتهافى الدول الحصار بحثا عن ورقة تدين بها قطر هذه القضية اللي شائكة راحوا وحطوا قوائم مين القوائم دي من اللي حطتها؟ حطتها النظام المصري وبعض الأسماء حطتهم أنت تذكروا لما الإمارات طلقت قوائم بمنع وحظر بعض المؤسسات حول العالم ومنها كير في أمريكا يعني أمريكا سمحة الكير ومحمد بن زايد بيعتبر أن كير منظمة إرهابية حتى السعودية حطتها على قائمة الإرهاب أنا أزولي أن هذا هو المطلوب المطلوب أن هذا هو شيطانة قطر والقضاء على الإخوان المسلمين والقضاء على الثورة والقضاء على أراضة الشعوب وبالتبعية تقليم أظافر الإسلام بحيث يبدو بدون أظافر الحاجة الحقيقة مذهلة أنه هذا الكلام اللي أبعد ما يكون عن المنطق والمعقول والمقبول ماشي في مصر ماشي ولا كأنه عادي يعني أنت بتقول ماشي في مصر إزاي على أي أساس؟ يعني أين القضاء؟ أين المحامون؟ أين المثقفون؟ أين النخب؟ أين الإعلاميون؟ إلى معسكر السيسي إلى معسكر معارضة السيسي والرجوع إلى صورة 2011 لأ فيه أنا أعتقد أنا أقول لك بسيحة كنت أشوف برنامج تلفزيوني مصري على قناة يعني بالصدفة أتلاقيت الراجل بيتكلم جاي بين واحد من بتوع الحزب الوفد القديم وبيتكلم وبيقولوا لأ الملف الاقتصادي سيء 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 جدا وما فيش أداء بدأت لأ سوات تطلع وهتطلع هذا التسويق التسويق عبر البروباجاندا قد يكون مؤثر لبعض الوقت لكن تذهب السكرة وتأتي الفكرة يعني بكرة لو أعدم هؤلاء الشباب بتهمة التخابر مع قطر ألا ينبغي أن يحصل حراك شعبي لأن هؤلاء يقتلون بدم بارد هذا المجدل بحذاتها يا دكتور يجب هل نحن منتظرون إلى أن يعدم طب ما هو أعدم مجموعة من الشباب أعدم مجموعة من الشباب ولما يحدث حراكي بصراحة ونحن أصلا في حالة وفي وضع يحتاج إلى تفجر شعبي ولكن أنا أعتقد بأنه اللي وصفته بأنه هو حالة جنون واللي ذكره الدكتور بأنه عصر الله معقول هذا ليس خاص في مصر حقيقة المنطقة كلها تعيش في هذه الحالة المنطقة كلها تعيش في هذه الحالة وأنا باعتقادي بأنه النظام المصري نظام السيسي اليوم لما بتكلم على قضية التخابر مع قطر أو 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 ثم في نفس الوقت بيطلع ملك البحرين اليوم بيعتذر ويندد يعني إحنا كنا نفهم بأنه الناس بتندد بأي تواصل مع الكيان الصهيوني اليوم هذا الرجل بندد بمقاطعة العرب للكيان الصهيوني ويقول بأنه أنا رعيتي رعيتي أكذا رعيتي ومواطني بلادي لهم أن يزوروا إسرائيل في أي وقت يريدونه هذا كأنه يرد على نذوة أمس بتاعت مقاومة التطبيع فهو هذا كل واحد سنطبع ثم سنطبع ثم سنطبع لا يتحدث الرجل بنفسه فيه فولورز يا جماعة وأنا قلت هذا الكلام وهنقوله تاني المطلوب أن تكون دولتك يا نصيوني جزء من المنظومة السياسية الاقتصادية مع دول الخليق من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ النظام المصري النظام المصري يقدم القربان مولى القربين للكيان السيوني لا تنسى أن النظام المصري للحرك قلت عليه مأزوم من شوية عنده انتخابات المفروض بعد شوية وبالتالي هو يريد أن يقدم نفسه على أنه النظام الذي جعل من التقارب الخليجي السيوني سهلا وبسيطا وكشربة الماء يعني بسيط فشلتم يا أمريكان أنا عملت هذا لعلكم تتذكرون أن نتنياهو بعد حرب غزة الأخيرة كان مغطاظ جدا من قطر واتهمها بأنها تمول الإرهاب وهذه كانت أول تهمة يعني توجه لقطر بتمول الإرهاب التقطتها هذه الأنظمة اليوم التي تكررها وأنشأت حلف سمية دول مكافحات الإرهاب أو الدول المطالبة دول الحصارية دول الحصارية لا لا هي تسمي نفسها دول مكافحات الإرهاب أنا أعتقد أنه في النظام المصري يدرك أنه يقوم بأعمال عبثية وهذه الأعمال العبثية تسيء لقيام الدولة وكما قال الدكتور زوبع هذه المرحلة تعبر عن حطاط الدول لكن السيسيلة هو أجندة من الواضح أنه عندما يغرق خصومه في محاكمات وهو تعوزه في حقيقة الأمر يعني دواعي هذه المحاكمات لهذا يتهم مرسي بالتخابر مع حماس بالتخابر مع قطر يمكن أيضا أن يتهمها يتهم مرسي بكثرة التردد على مكة المكرمة لأداء العمرة وهذا قد يحدث لأنه لماذا يذهب إلى مكة أكثر من مرة لا يعملش الأمر مثلا في دبي لماذا لا يعمل الأمر في دبي صحيح مرسي يعني هو يريد أن يغرق خصومه في سلسلة من المحاكمات العبثية تنتهي الفترة الرئاسية يدخل في فترة رئاسية أخرى ينسى الشعب المصري أنه في شرعية أصلا وأن هناك رئيس شرعي فعلا يجب أن يعود إلى منصبه لكي تعود الأمور إلى طبيعتها في مصر هذا النوع من الإغراق في المحاكمات ولو كان على حساب طبعا قيام العدالة والقضاء والديمقراطية وحقوق الإنسان وكل القيامة المحترمة في العالم ولكنها تحقق غرض واحد بالنسبة للسيسي وفي نهاية المطاف السيسي وداعمه ربما اليوم لم يعودوا يتقيدوا بهذه القيامة بهذه المعاني مستعدين يعملوا أي شيء يعني الذي قتل ألفين شخص دفعة واحدة في فض إعتصامة سلمية مستعدة نعمل أشياء كثيرة من هذا النوع ويكفي مثلا أنه حكم إعدام صدر خفف فيما بعد إلى حكم مؤبد فيما يتعلق بالتخابر مع حماس هذا هو يدرك تماما أنه لا أساس موضوعي لهذه التهامة هو الآن يتخابر مع حماس هو الآن مصدر حماس في القاعد ولكنه ذكي جداً هو يتخابر مع حماس عن طريق مبير المخابرات النقطة ليست فقط في إغراق الخصوم يا أستاذ ياسين النقطة كما ذكر الدكتور هي في هدم الدولة أو ما تبقى من الدولة تلقائياً هذا يتحقق هدم ما تبقى من الدولة بالعكس إحنا السيسي حول الدولة كلها يعني هو كل ما اتهم به خصومه وكل ما يتهم به الآخرين هو تهم حماس بيوم من الأيام أنها بدأت تعمل إمارة في سيناء ثم بعد ذلك هو طرح هذا الموضوع على محمود عباس اتهم مرسي بأنه باع الجزر ثم قام هو ببيع الجزر السيسي حول مصر كلها إلى شركة بيده هو مالكها وهو يقوم ببيعها شيئاً فشيئاً ويسير بهذا وفق إرادة دولية بصراحة هذه النقطة مهمة أنا دايماً كنت تتساءل أقولي لو أنا مدير ناجح وتوفر لي المال والدعم الشعبي بعد 3 يونيوم كان فيه ناس يعني طبعاً تم تهييجهم 30 يونيوم والمال والدعم السياسي في المنطقة لو أنا يعني أعطي عتات القتل المفروض أفكر ببعض المنطق اللي يقول والله يا واد ابني كم جامعة ابني كم مستشفى أعمل كم مركز للكبد مثلاً للزراعات الكبد أعمل زي السعينة ما عملوا زمان من كم سعنا شركة للأبحاث الطبية عملوا تيفا وأرجو من حضراتكم أستاذ مشاهدين يخشوا على الانترمت وشوفوا كيف شكل سعينة شركة تيفا دي دي كانت مشروع اليهود كلهم مشاركين فيه تظل تيفا تعمل أبحاث لمدة 15 سنة عشان تطلع دواء السرطان ودواء لتصلب الشرعيين ودواء للإيدز ودواء للفيروس سي تيفا تسيطر على 60% من سوق الأدوية فين في أوروبا ويبكي الوصف وانا عزة أقول ان انت في النهاية في النهاية في النهاية في النهاية أمام واحد جاي لهدف يعني خلاص احنا تجاوزنا فكرة انه أسكري وظابط ووطني لا وطني ولا بطني خلاص احنا وصلين الصورة دورنا احنا بعد السنين دي كلها ان احنا استنعنا ان نكشف جزء من الحقيقة يعني هاتك الستر أولا بفضل ربنا صحت عن نهاية تكسترو انه كان بيده يعمل شيء الرجل يتحدث نعم حدث عن التعليم يقول لك تعليم ايه وانا مش ايق بالرغم انه عنده مليارات الرجل يتحدث عن قوة مصر الأسكرية ويهزن فيه سيناء ملاحظ الرجل يتحدث عن قوة مصر الإفريقية ويهزن في ملف سد النهر الرجل يتحدث عن عدم التفريط في التراب الوطني ويبيع تيران وزنفين نحن همام ويهزن فيه ليبيا مرحلة استثنائية للغاية لم تمر على مصر من قبل بيبان بقى فيها الصادق يخون فيها الصادق ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين لكن هذه المرحلة مش هتطول أسيسي بتحركاتي مش مش هتطول هاوله وتخوين هاوله ودعم الصهينة وكله يستفز الكل والكل هنا بقصد به أنت لما تقرأ في مصر مين أكتر ناس اللي ممكن يترشعوا الانتخابات الجاية جنرايت بسألتش نفسك هما الجنرايت هيخشوا ضد الجنرايت ليه لأنه في جزء من المؤسسة العسكرية المسألة مش واحدة المسألة مش بقول أن هما فيه انشقاق لكن فيه ناس شايفة المسألة بيطابع آخر أنه أنت بتدير مؤسسة يعني حجمها كبير بس أنت نزلتها للشارع لما يبقى عميد قاعدت الشارع يبيع خضار ولا اللواء مسؤول عن الحفلات ولا أنا شفت قابلت واحد منهم عقيد في أحد المباني في الأندية لتبع الجيش عقيد وبعدين بقول له أنا عاوز أعمل أخذ قاعد أفراح قبل الإنقلاب فقال لي يا سلام يا حزابة محمد جاب لي الزابة محمد كان رائد قال لي الراجل ده بتاع الباندز الباندز يعني تعمل مزيكة بتاع الفرع قال لي تحب شرقي ولا غربي أنا ما كنتش لأنا بعرف الدنيا ما أنا كنتش عندي حاجة محمد الزابط المقدم ده أو الرائد في مصري يقوله كلمة فافي ناعم أوي نعومة السيدات أنت أنا خدمت في الجيش الجيش صلابة قوة رجولة تحمل مفيش صلابة يتكلم بنعومة لما تيجي تسلم علينا مقابلة تحسي لما تيجي تسلم على ناقس في التعبير يعني في نعومة الكلام ده بيأثر على معنويات الناس لما تروح تلاقي العميد محمد أحمد إبراهيم رئيس كسم الكيك والجاتو فيش عارف فين يا أخي لأ في حدود إنما يقولك والله العميد فلان بس أنت بتقول إنه في جنرالات هتنزل في الانتخابات يعني كما لو أنها غير راضية عما يحصل هو هيسمح لحد أن ينافسه هادي مسألة أخرى أنا بنقل مسألة هل هناك من يمر بحالة ديسمي أو عدم رضا هل يشعر الجيش المصر بس هو يا دكتور مجرد وجود حالة عدم رضا ليس الدلالة على التغيير بصراحة الذي أخرج مبارك فعلا هو حالة الغضب التي نشرتها الفضائيات خلنا نتكلم صراحة كانت البرامج تنشر أن طفلا سقط في حفرة في كبري دائري فخرج الناس الأهالي قطعوا الطريق لو لا وجود ضغط وغضب هي بتبدأ صغيرة بس برضو كانت المؤسسة مش عاوزة مبارك المؤسسة مش عاوزة التوريث ولذلك أنا بقولك أنه كمان المؤسسة بالوضع الراهن تم تلوثها لأول مرة يحصل عملية خليك كلم صراحة يا أخوانا أنت لو أنت قاعد له أنا بيجيني رسائل بقدم بالنمج يوم أنا بيجيني رسائل يعني بعضهم يقول لي أنت بتحسبنا مع هذا الجسوس أنت بتحسب أنه ده ظابط وأنا ظابط أنا يا أستاذ حمزة شاركت في حرب أكتوبر أنا بيزعلوا بيخضبوا هذا الحديث ولو كان ضعيفا ياسري لأن كل أسرة عندها ظابط والسلطين عندهم ظابط الجيش بالذات المصري مش عاوزة أقول كله تريفه يعني الريف أو المحافظات ما زال عندها ارتباط بالجيش المصري يعني الأسر الريفية بترك الجيش المصري رمز لك في لحظة لما حسن لابنه يقول لي أبوك زابط فين يا ابني يقول لي أبوك زابط في در المشاه وبعدين يروح يشوف أبوه العبيد فلان ويقول لي أبنى هاتف لشي ترابيزة دي مجرد التعوين إيه فلشي ترابيزة وظبط وانتصل بالرقاصة يا دكتور المسألة دي غاية في الأهمية أنا بالنسبة لي أنا قاتلة لأنك أنت بتعمل كاركتر أسيسنيشن للشخصية دي مش ضحك مش ضحكا زمان الزابط الزابط النهار ده مش الزابط يا دكتور التعويل التعويل على المؤسسة العسكرية بحد ذاته مشكلة على فكرة يعني مجرد أنه أنا أعول على المؤسسة العسكرية من أجل التغيير أنا معولش حتى الآن حتى الآن عم نتكلم أنه أنه الغضب يسري داخل المؤسسة أنا أقول ذلك هو سألة هو في حد غرض صحيح أنا لا أعول على المؤسسة العسكرية أنا بقولك أنه السيسي والمترشحين قدامه عسكر ليس معناه أن أنا قابل بفكرة أنه ما ترشحه ما ترشحهوش أو أضعه ما أضعهوش أنت عارف موقع لكن أنا أتكلم أنه مجرد التغيير أم يأتي التغيير التغيير من المؤسسة العسكرية مش هيأتي أنا بقول يأتي من بعضها أنت عندك قسم ماسك كل شيء بإيده سليم هتكلم مين لازم هذا الشيء يفك إيده عنه أولا هي المؤسسة العسكرية هي النظام بس تمام ولكن وهي الأداة التي يمارس الغرب من خلالها تأثيره القو في مصر وهذه المؤسسة تحتاج إلى تغيير قبل أن نراهن عليها لكي تغيير أنا لا أقول أنها أنا لا أقول أنها تغيير أنا بقول أنه هناك تفكيك الحالة اللي هم فيها هل هي قتلة واحدة آه قتلة واحدة ظهرين الجيش تقول عمره قتلة واحدة ظهرين هل هناك حالة رضا عن سيطرة السيسي إخواننا في بحث يتعامل في معظم مصر للدراسات وإحنا عملنا بحث في البرنامج عن مقارنة ما بين رئيس الأركان ووزير الدفاع هل نتكلم بالأرقام شوي رئيس الأركان اللي هو سهر السيسي هو الذي يسافر ويلتق الوفود في أمريكا في بريطانيا في إيطاليا في ألمانيا في روسيا في السعودية في الإمارات بواقع نص زيارة كل شهر كل شهرين أو تاتي تربع زيارة بينما صد السوح وزير الدفاع لا يخرج قارن ده بقى بالسيسي لما كان في الفترة انتقالات عادل منصور من اللي كان بتحرك برا وزير الدفاع إيه اللي حصل وزير الدفاع المصري تم تحكيمه يا بيه مسألة مش يعني مش اختراع وظيفة منصوص عليها إنها دائمة وفي الآن تعديل دستوري عدله أو لا 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 هو مش اختراع عدل دلوقت هو رايح أمريكا يشوف هتعمله فيه ايه كل ما يحدث لحماس وفي قطر وفي كل هذه الأمور هي عبارة عن تمهيد لقبول فكرة إنه السيسي يكمل بس بدون اندخابات من فضلكم عشان ما نرجحش ما شاعر الراجل الراجل عمده تصور إنه ما زال نص إله وإنه الناس بتحبه فالناس نقالوله قال لكم على حاجة نشر هانون بست تقرير عن العلاقة ما بين الشيخ الأزهر وما بين السيسي نشر إيه إنه الأزهر أجرس تطلاع رأيه للشخصيات الأكثر تأثيرا في مصر والمنطقة حسب نون بست إيه اللي صار داخلي ما بين الأساد زيو الأمداء السيسي حصل على صفر وشيخ الأزهر كان في مرتبة متقدمة خدوا وحطوه في الدرج انت بتكلم في إيه يعني انت بتكلم في حاجة ما بقتش سر ولا حديث الناس في الشارع يلعن أبوك يلعن يغور في ده يعني فترة الصدمة والطرويع انتهت لكن القبضة ما زالت موجودة لأنه الهدف الهدف كبير الخطوة إعلامي يكشف ركاكة النظام المصري وافتقاده فعلا للأوراق التي يمكن أن تبقيه زعيما محبوبا في مصر لم يعود زعيما محبوبا أدواته قذرة للغاية الخطب الإعلامي طبعا يخضحه أكثر مما يقدم له الإسناد ليس هناك حقاك واضحة هناك إسفاف على المستوى الإعلامي وهناك تناقضات كبيرة جدا أعتقدنا الآن أن الشعب المصري يعني لم يعد ينطلع عليه ما يحاول أن يسوقه الإعلام المصري يمكن أن نقرأ من الإعلام المصري هشاشة الوضع الذي يعاني منه النظام المصري في هذه المرحلة أنا أعتقد أن الرهانة اليوم هو بالنسبة للنظام المصري هو على دوره الإقليمي الممنوح له من الغرب وأعتقد أن حتى الدور الإقليمي لم يعد دور وازن وإنما مطلوب احتواء المنطقة ومطلوب اليوم يعني إخضاع أنظمة المنطقة لتنخفض إلى مستوى ومعايير السياسي أستعلم أنت تعطي الغرب كريدت أكثر باللازم طب ممكن اقول حاجة قبل ما تعلق عليه انا اتصورش ان الموضوع موضوع الغرب قبل ما تعلق على حاجة لا الغرب عاوز منه حاجة واحدة بس الغرب عاوز من السيسي حاجة واحدة بس تعرفت ايه تعميم فكرة علمانة الدولة وفصل الدين تجربة اللي بيعتبروها ناجحة المحافظين والناس بتقرؤ بقى الكلام بتاع ايريك تريجر والكلام وتيد كروز الناس دي بتعتبر انه لدى النظام المصر تجربة يمكن ان يستنسخها في الخليج على طول ولأول مرة في التاريخ وحصريا في السعودية تم القبض عليه مجموعة من الناس اللي هما يعني بطريقة او باخرى الناس اللي فهمها الناس اللي وعية اللي بتقدم الوسطية اللي هما قد يكونوا قد يكونوا بين قسين شبه الاخوان المسلمين يعني وبالتالي وبدون تاني حاجة الحملة الاعلامية المضادة لهؤلاء في مصر في مصر في السعودية في الامارات وبعض الاطراف الدائمة في الكويت الصحافة اللي هي بعض الصحافيين اللي يعني بيسترزعوا في الكويت لا يعول عن النظام المصري يعول عليه مش مجرد على مسألة الدين 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 هو كلمة السر في العلاقة منذ 13 حتى اليوم بس انا حاب ارجع له كلام وفي هذا الكلام كلام كثير جدا نمكن نكلم كلام الاستاذ ياسين بانه وكلام حضرتك بانه الشارع المصري في حالة غضب او في حالة عدم رضا في حالة سخط صراحة شديدة كل الشعوب العربية هي بتعيش حالة عدم رضا عن انظمتها وبتعيش حالة سخط عليها مجرد وجود عدم الرضا والسخط هذا بحد ذاته ليس مؤشرا على قرب لعلك نسيت ان احنا عندنا تقربة اسمها سورة صحيح صحيح لكن انا لقد انتفضنا يا سيدنا لقد انتفضنا لقد انتفضنا انا اعتقد ان الزمن لصالح الطغاء الزمن لصالح الطغاء هي بتجي بدورات هي بتجي بدورات يعني الاعتقاد الفكرة الاعتقاد بانه مجرد وجود هذا التململ يعني قرب سقوط النظام شوف انت خد خد نموذج اللي حصل في الجزائر في التسعينيات جزائر بعد محاولة تحول الديمقراطي التي اجيضت في اواخر عام واحد وتسعين في مطلع عام اتنين وتسعين ايش اللي حصل اللي حصل مجازر مهولة راح ضحيتها حوالي ربع مليون جزائري بعدها الناس في الجزائر باتت تكره اي تغيير بالرغم انها تشكو ووضعها سيئة وكارهة للنظام وفي مهزلة الان في الجزائر الا ان الناس التجربة التي مرت بها تردعها انت تحتاج الى جيل جديد صحيح هذا مهم تماما هذا الذي كنت تريد ان اقوله لما اجهد الربيع العربي ممكن لما اجهد الربيع العربي صارت حالة احباط بس ممكن هذا تماما الذي كنت تريد ان اقوله بس فكرة انه احنا خلاص مباشرة مجرد انه الناس تتملمنوا هذا بحد ذاته هذا بحد ذاته مش مؤول علي اعمل فيتو سغير تجربة الجزائر سابقة على التجربة المصرية والثورة المصرية لماذا لما يحبط الشعب المصري من التجربة الجزائرية ما الناس كانش يباهل لا مش تجربته بس لاحظة 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 مش تجربته الجزائر الاسلاميين فازوا 92 دخلت فرنسا بقدها وقضيرها والجيش ودمروا ديناس انت كمصري هل كنت تتوقع مستوى التوحش الذي رأيناه في مصر انا لم اكن لم اكن اظن في يوم من الايام ان انا سنرى ماذا هذا التوحش في مصر بس الحمد للان ظهر عارف ليه عارف ليه ظهر لماذا ظهر لانه كشف الرقاقة اللي بغطية القوة التسلطية جيش وشرطة كان هناك كلام على الندون